خلينا نتكلم كابتن عاديل قبل ما نتكلم على منتخبنا شوية خلينا نتكلم على النادي الاهلي نادينا الحقيقة وحضرتك قد تمتواجد معنا بفترات كثيرة جدا جدا الفترة الفاتة الحقيقة كان فيه ضغوط كبيرة جدا عن النادي الاهلي والحقيقة كان 14 يوم أو 13 يوم من كاس العالم الاندية بقيمتها الكبيرة وبالأداء الرائع اللي قدمه النادي الاهلي والوقوف على منصة البرونزية للانتقال السريع جدا جدا خلال يوم لبطولة مختلفة تماما بطولة السوفر المصري بشكلها الجديد يعني انت شايف النادي الاهلي ازاي في الفترة دي تلا 14 يوم ما بين كاس العالم الاندية وبطولة السوفر المصري بسم الله الرحمن الرحيم بداية انا هاخد وزي كده من بداية الموسم كلها ما عملش فترة اعداد سنحنك عارف سافرنا يوم 28 يوم اربعة كانت تلاقي يعني في يومين 28 واربعة دول مش محصوبين المنتخب واخد مجموعة من اللاعبين المنتخب القلومبي منتخب الشباب واللعيب الأجانب اللي راحوا كل واحد راح لبلده فالراجب ما عملش فترة اعداد وبعدين بعد ما يرجع من المنتخب ما تشات اللي انا هقوله ما هواش مبرر لان احنا بنشتغل بننقض نفسنا علشان نتقدم مزبوط انا لما كون كسبان واخد خمس بطولات الخمس بطولات اللي انا واخدهم انا واخد ان اعملت حاجة لان انا بقيم نفسي بحيث ان انا انا طالب شاطر خدت تسعة من عشرة طب ليه ما اخدش عشرة من عشرة فانا واخد خمس بطولات من خمسة فالفترة ديت كانت فترة عصيبة جدا وبعدين انت ابتديت على طول بصوبر مع الفريق الجزائري ومع ذلك الناس كلها عارفة وشايفة والكلام ان انا هقوله ما هواش مجاملة ولا حاجة انت الراجل الحكم جول الكهرباء ما تحسبش بنالتي لينا الكهرباء برضو ما تحسبش درب الجزاء لينا علينا الراجل حسبها وهي مناش علاقة دربة الجزاء الماتش دخلنا على الدور الافريقي اللي معمور في توقيت غريب جدا صحيح حضرناك طبعا عارف الكلام ده توقيت غريب جدا وبعدين ومع ذلك وكل الاندية اللي اشتركت في الدور الافريقي الحقيقة اتأثرت سلبا بالاداء وبالنتائج يعني كلهم على الحقيقة بدون استثناء وده اللي كل واحد بيكلم يقولك احنا النادر قال اللي فيه بطلطين ما خدهمش ما خدهمش لان انت عامل عامل توقيت خطأ وبعدين الجماعة يعني الحقيقة متواصلين بيننا جدا في عملات تعينات الحكام وبعدين دخلت على كاس عالم اندية طيب الفترة بقى من كاس العالم الاندية لغاية كاس السوبر حقد برضو عمر حقدك في الجزئية دي الكابتن نتكلم على مدى صعوبة بداية السيزن واحنا كان عندنا فترة اعداد صغيرة جدا ثم الدوري الافريقي والدوري المصري كان عملية صعبة جدا على اللاعبين ولكن كاس العالم الاندية كان ليه طموحات كثيرة جدا جدا وكنا نتمنى طبعا اصول للمبرنائية لكن الوقوف على منصة التتويج وبرونزية ده كان انجاز كبير جدا للنادي الاهلي ثم بطولة السوبر بشكلها الجديد بس يا كابتن هاني طبيعي ان كاس العالم الاندية الاندى الاهلي بيشارك فيه ويحصل على البرونزية ده الطموح هنقول دي اخر نسخة قديمة من الشكل القديم بعد الدخول في ال32 فرق على تمام الجميع كل مجموعة 4 فرق هيبقى الموضوع اصعب كم كم كبير هيبقى من المنتخبات او الفرق اللي بتمثل بلادها النادي الاهلي وصل بالمباراة ان اتعمل بروباجاندا كبيرة او في موتش التحت جدا بشكل معين وبأسلوب اللعيبة عملت ملحمة عملت سيناديو ما يتكررش اللي كان بيتوقع الواحد صفر بقم ثلاثة والبقية تأتي تقلق الشناوي تقلق كهرباء تقلق حسين الشاحات امام مجموعة حاجات فيها نجاح لتتويج النادي الاهلي في المنصة تتويج بعد جارديولا سيتي وبعد فرومنينسي فرناندو دينيز وكولر وكولر الكم في الوقت ده كان كل الناس بتقول لك احسن نادي في الشرق الاوسط احسن مدير فني على مجموعة اسماء كبيرة زي شافيو ارتيتا اسماء كبيرة وانشلوتي وجارديولا كمان كولر مرنتو في الفترة اللي بعد خسارة الافريقيا والمتحاد العاصمة وصل ان الراجل بقى عنده فكر جديد رجع كولر اللي احنا شفناه اول لما جي مصر قعد فترة بسيطة عمل معسكر اليوم الطويل ودخل على المباراة الصبر بمكسب مباراة الزمالك اللي احنا شفناها كان برونسافيو كان لسه هو اول الاعلان مرنتو ورجوعو لأداء واحتواءه للفرقة ظهر بالأداء اللي احنا شفناه رغم قرب المسافات ما بين كل مباراة ثلاثة ايام صحيح وبعدها اسافر اروح لعب مباراة الصبر في دولة تانية ويتوفر لطيارة خاصة اذا كانت في السعودية او في الامارات وحق المطلوب النادي الاهلي يا كابتنان اممكن قلت مع حضرتك هنا اذا كانت سنة في كولر اولى 65 السنة دي 85 مباراة في موسم كامل الراجل والجهازه الفني مستغرب من الكم ده ودي مش الات لعيبة انا معاك يا عمرو لكن التاني بنأكد ده مش يعني دي مش شماعات بنعلق الحقيقة احنا بس بنوصف الحقيقة ولكن دائما وابدا النادي الاهلي مطالب بالبطولة ومطالب بالأداء الجيد والحقيقة الجهاز الفني واللعبين بيحاولوا بقدر الامكان رغم الضغوط المباريات والضغوط الكبيرة جدا الحقيقة بيحاولوا وبيقاتلوا في الملعب وده يمكن كابتن عادل اللي ظهر كمان في بطولة السوبر يعني عمرو تكلم على كاس العالم للأندية انك بتوصل كفريق اعتقد هيبقى من الصعوبة ان اي حد ياخد عدد المدالية البرونزية بهذا العدد لان خلاص الامور هتبقى صعبة جدا فكان مهم جدا انك تخرج من البطولة دي وانت على مناصة التتويق ولو ببرونزية اماننا كلها كان موردنا هي لكن النقلة بقى لاجواء مختلفة شوية لكورة مختلفة شوية وانا فاكر النادي الاهلي كمان كان طالب من رابطة الاندية انه يأجل اه عايز يوم واحدة 24 ساعة وادى اداء اكتر من رائع وكسب مبراتين وحصل على السوبر المصري في كاس العالم انت بتلعب الاتحاد في وسط بلده في وسط الجماهير و3-0 مع الرأفة الى كارم طبعا كازا انفراد وبعدين في ماتش فليمونينز طبعا الراجل الراجل الحكم بعمل كل ما كل اللازم اه بصراحة اول سبعة دقائق بنالتي الراجل واخد كهرباء يعني يعني نزل على تليفونات في كل حتة وبعدين برضو هو الفتاة المدلة للاتحاد الافريق للفيفا وبرضو حصل ضرب جزاء بتاعة الباكليفت مارسيليو مارسيليو طبعا كلها كانت فانت في الماتش ده مضيعين اكتر من سبعة اثمان فرص لاستحالة حاجة منهم تضيع كلها حاجات انفراد تماما سكسياردا سواء كهرباء او بيرسيتا مزبوط الشحات فده كان ينقلك لانك تاخد يا فضية يا ذهبية صحيح وطبعا الماتش ده كان الغرض منه انا بقوله سياسي لان انا صعب جدا ان انا جمهوري هيبقى مال المنعب في الماتش الاخراني وطبعا تعرف جمهور الناد الالي بيبقى يعني تشجيعه بيبقى رائع جدا فاللي انا بقوله الجمهور حاسس به لان انا مش بجامل ولعمرها جامل انك انت فعلا انت تظلمت في الماتش ده ده حقيق الماتش الياباني طبعا احنا شفنا الاداء الرائع والاهداف وشفنا النتيجة الكبيرة اللي اندي حصل عليها فكان وارد جدا ان احنا لو لا التدخلات من الحاجات اللي هي مش محصوبة كراجل مدير فني كان ممكن جدا نبقى بنلعب على النهائي او طبعا انا معاك في كل اللي قلته لكن كمان انك بعد يعني بعد المباراة في المنينسي البرازيلي كان فيه نوع من انواع الاحباط انك ترجع تاني وتاخد وعندك اصرار وتقفل على نفسك وتاخد برونزية ده كمان الحقيقة يحصب للجهاز الفني واللعيبة بشكل كبير جدا كانت انت شفت الفريق الياباني عمل ايه مع المن سيتي شوط شوط ما اخدوش فرصة صحيح مافيش فرصة وبعدين كذبوهم بالعافية فاحنا انا يعني المهم النقل السؤال بتاعك النقلة من كاس علم للاندية وبعدين بيت مفيش 48 ساعة رايح تلاعب سراميكا اللي هو واخد معسكر 10 ايام وبعدين لا فيه اصابات ولا فيه مجهود ولا 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 وبعدين انت بتقدي معهم مباراة في غاية العنف صحيح كان على الاقل فيه اتنين لازم يترضوا مايزعلوش مننا يا اخواننا في السراميكا لكن الماتش بيتعاد ومنشوفه اكتر من مرة يعني وتبزل فيه الحقيقة مجهود بدني كبير من النادي الاهلي يعني كمان ان عودة سراميكا بعد 2-0 العودة وبتلعب وقت اضافة وبالتالي ده مجهود مجهود مضاعف وتقدر خلال الوقت الاضافة تجيب جنين وتكسب بشكل اكتر من رائع ده كل ده يحسب الحقيقة لللاعبين والجهاز الفني وعملية التدوير والتبادل بالزبط الحقيقة راجل رائع ده انا رأي عمره ما هيتغير مع الرجل ده ولا مع اللعيبة انت الحقيقة ثابت على رأيك حتى لما يكون في انتقادات لكل وانت مدافع عنه وعندك ايمان بامكانيات الراجل انا فيه راجل بيقدم لك اوراق اعتماده بيجيب لك بطولات وكلها بطولات صعبة جدا من خلال التدوير اللي هو بيعمله اكتر من